نوافذ مهشماء وحجارة في كل مكان دماء تناثرت في أرجاء هذا القطار الذي كان مصرحاً لأعمال تخريب همجية من طرف مجموعة كبيرة من الأشخاص لترصدهم عيون أهل المنطقة ملتقطين هذه الصور الكارثية إصابة عونين بجروح متفاوتة الخطور وتسجيل خسائر مادية كبيرة هي نتيجة هذه العملية الإجرامية التي كانت لتتسبب في وفيات لو لا لطف الله والفاعلون شباب غاب الوعي عن ضمائرهم الاعتداء تم على مستوى منطقة واد سمار للأسف شديد تسبب للأسف في جرح عوني أمن تبعين للشركة مع أيضاً خسائر مادية كبيرة زجاج واحد واجهة قطار يكلفنا التغيير بين 100 و150 مليون سنتين الركاب بدورهم عبروا عن مقدار الفزاء التي تركته صور القطار المدمر في نفوسهم وهم الذين اعتادوا التنقل في شبكة السكك الحديدية مطالبين بمعاقبة الفاعلين رشق القطار بالحجارة ظاهرة تستوجب الضرب بيد من حديد لوقف هذه الممارسات اللا أخلاقية التي لا تزال مستمرة منذ سنوات لتفادي الوقوع فيما لا يحمد عقباها